أفضل الأفلام اللي تابعتها لسنة 2023 الموجودة على منصة برايم فيديو الشرق الأوسط لايك وفولو وخلونا نستعرضهم فيلم The Burial قصته عن محامي متفوق وذكي ويصطاد القضايا اللي يضمن انه يفوز فيها لكنه يضطر انه يدخل في قضية معقدة عشان يتحدى نفسه ويقوي اسمه فيلم دراما وإثارة ومقتبس من قصة حقيقية وجدا ممتع من بطولة جيمي فوكس وتومي لي جونز وتقييم الشخصي هو 7.5 من 10 فيلم كريد الجزء الثالث قصته عن بطل الملاكمة أدونيس كريد المعتزل المتفوق في حياته المهنية والأسرية فجأة يرجع صديق طفولته ويدخل في حياته ويلخبط له هي ويرجعه للحلبة من جديد من الأفلام اللي اعطتني التحفيز وطاقة حلوة تقييم الشخصي هو 8 من 10 والفيلم الثالث عندنا هو فيلم اير واللي قصته عن ثورة نجاح شركة نايكي والصعوبات اللي مروا فيها والخطوات اللي مشوا عليها عشان يصيروا واحدة من أقوى الشركات عالميا فيلم عبقري وواحد من أفضل الأفلام اللي تابعتها في هذه السنة واشوف انه رح يفوز بعدة جوائز الفيلم من بطولة وخراج بن عفلك ويشاركوه كوكبة من النجوم وتقييم الشخصي هو 8 من 10 وأخيرا فيلم امليون مايل زوي وقصته عن المزارع المكسيكي خسيه اللي يشتغل من صغره في الحقول وحلمه انه يصير رائد فضاء في ناسه وطبيعي الحلم هذا مستحيل بالنسبة لمكانة خسيه ووضعه لكن السؤال المهم هل الإصرار والمثابرة رح يحققوا حلم خسيه؟ هذه القصة والرحلة كاملة رح تشوفوها في هذا الفيلم واللي قصته حقيقية فيلم درامي رهيب واستحق المشاهدة تقييم الشخصي هو 7.5